افتتحت لجنة صليب الأحمر الدولي ودكتور خالد جابر مدير عام مكتب الصحة والسكان يرافقهم مدير عام الإعلام بلاحج سعدان اليافعي افتتحوا مبنى قسم الطوارئ في المركز الصحي العند بمديرية توبن بلاحج حيث يشمل غرفتين لقسم الطوارئ ومخزن للأدوية ومبنى صيدلية ومولد كهربائي وخلال الافتتاح عرب مدير عام الصحة بلاحج الدكتور خالد جابر عن شكر قيادة السلطة المحلية في المحافظة لجهود اللجنة الدولية لصليب الأحمر في تحسين الخدمات الصحية في المحافظة